فبالتالي عايزين عودة الجماهير كفاية بقى كفاية عايزين مدرجات تعبنا من كتر ما هي خاوية عايزين مدرجات فيها جمهور يشجع ونحس بدا واللي يخرج عن نص لو الاهلي جمهوره خرج عن النص امنعه قول احنا بنقف الجمهور الاهلي 3-4 و هيرجعلك منتزم انا هو بتكلم على جماهيرنا بس رجعك جماهية تعبنا تعبنا وحنفضل وراء ده الغاية اخر ثانية لنا وبعيد عن الاعلام حنناضل ما هو ده ما قدمناش حل غير كده لان انا شايف اللي فيه اندباط من الجماهير الوقت الاخير فيه البعض عالسوشيال ميديا وربنا يا رب يبعدنا عنها لجان اكترونية ودوت يعمل لجان عشان يشتم دوت وده يعمل لجن عشان يوقع دوت وده يعمل ده موجود ويستغلوا الشباب النقل والله دي الحقيقة شباب نقب وما بعرفش على سبيل المثال مش هكسف من حاجة اقول لكم بصراحة تلات اربع حلقات بنتكلم شايفين الصورة الجميلة ما بين المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب في المغرب نطلع بعد الحلقة شهاد محمد يهاجم الكابتن محمود الخطيب الله والله ده حصل اكتر من مرة فما حصلش او انتو بتتفرجوش ويدحك عليكم ارجع للفيديو ارجع شوف الكلام ما يخليش حد يضحك عليكم ومين يجرؤ يعمل كده لكن بنقول الحق في امور لان الحق على الجميع والقانون على الجميع هو ده الصح ودور الاعلام ما نفعش خبي عليكم حاجة انا راجل شاب بعيد بقى عن كابتن سابق ولعبنا شواء بطولات صغيرين قد كده وفرحناكم بعض الوقت مع جيل محترم كان باخلاص وبيعرق بيديهم ما يفكر في مادة ولا اي حاجة غير يسعد جماهيره واسألوا كل النجوم اللي كانت موجودة بناخد فرصة وفرصة الحمد لله بلا سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وست عشان الامانة عشان نبقى فيه امانة ما بيننا وبينكم ما تصدقوش اللي بيطلعوا بعض الامور عشان ما حدش يصدقك عشان لما نتكلم يجي يقولك لا يا عم ده ما تصدقوش ده بيكذب بيكذب على مين وليه والمصلحة مين وبذكركم مرة تاني وبذكر نفسي يوم الحد اللي فات اتكلمت مع حضراتكو اقسمتلكو على الهوى عاهدت ربنا سبحانه وتعالى فيه امور ما ينفعش تتقال يجي يقولك اللي برا لا انا ما بعملش كده دلوقتي عارفين ليه عشان ده الصح عشان لما نقول حاجة زماعة تتعالج بسرعة عشان اللي بيخطأ لازم يفهم اللي هو اخطأ وحقولكو على حاجة قبل ما ابتدي فقر السندول الاسود لاننا رصد كم حاجة هقول لحضراتكو عليها كنا بننتقد جاردة الوطن وكنا بننتقد الشروع وكنا بننتقد الاخبار وكنا بنقول عليهم صالد تحرير واحدة لان دكت حقيقة تلاقي الخبر هو هو بنفس السياغة بتاعت هنا بتاعت هنا بتاعت هنا بقالهم يومين الامور فيها حيادية وزي الفوز هو ده كلام الحق حق والعدل عادل وحتعمل كده تاني حرجع انتقد تاني لغاية لما وانتقدني لو انا في حاجة غلط ده مش عيب لان الانتقاط ده شيء كويس جدا بس بادب بس بادب امركو سمعتوا لفظة هنا من هنا في البرنامج مستحيل مستحيل فمن هنا مش بنعمل دعوة لحاجة ولا بننظر على حد لكن صدقونا صدقونا لان البعض بيحاول يشوه السورة علشان اهداف معي نحن مناش اهداف وقلنا لحضراتكم والله لو النادي الاهلي محدش يمسوا بكلمة وصاد البرنامج مش عايزوا مش فارق معايا اساسا مش عايزوا لكن الحق حق ومحدش يزعل من الحق كان في حد بيتناقش معايا عشان اقولت لكم بقى حقول كل حاجة كنت قعد في نادي الاهل الجزيرة قعد او في مدينة ناصر قعد معايا رب اسرى محترم شخصية رجل اعمال محترم جاي دردش معايا قعدنا ندردش فهم امور كتير جدا الراجل بعد اما تناقشت واول ما قابلني قال لي على فكرة انا زعلان منك انت بتعمل كذا وكذا قلت له طب روحت فتح له تليفوني تفرج حضرتك ايه رأيك دا كذب ولا قال لي في الاول وفي الاخر انت راجل كابتن نادي الاهل انا بحكي لكم والله واقع حاصل عارفين قال لي ايه قال لي كمل في طريقك انا من النهاردة كنت بازعل منك وساعت اكتب حاجات كده عالسوشيال ميديا انا من النهاردة مش هعمل الكلام ده عشان انا صدقتك ففيه فرق في الكواليس اللي بتحقوا عليكم كل كل جان شغالة مطحنة صفحات كتفير وعدل ومشية في خط مستقيم لكن اكل العش مر انا بتكلم والامانة تقتضي عليها اللي انا اقول لكم كل حاجة يا شباب يا نقي يا محترم زي ما بتتكلم على رمز واثنين وثلاثة واربعة الكل رموز وشوف الحق واسمع الكلام وفكر فيه ما تخليش حد يضحك عليك ده الاهم وده التوعية اللي المفروض تحصل من الاعلام المصري لكن يا قضو يجبولك الحى جامل اسماعيل عمل تيفي الاهلي عالسوشيال ميديا وتبقى اخناها واول ما يبقى فيه مطش ماوته بعد انا اجيب الحاجة الكويسة الحاجة المحترمة فكان مهم جدا اتكلم بس في الحاجات دي وافتح قلبي مع حضراتكم في البداية كالعادة لان انا واحد منكم وما ينفعش اللي انا اجتب عليكم في حاجة ومستمر في طريقي ده لغاية اخر ثانية لغاية اخر ثانية فاتمنى المسؤولين كل واحد يشتغل على عودة الجماهير الجماهير ملف مهم جدا 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 لازم الجمهور الاهلي بقى موجود جمهور الزمانيك بقى موجود وكل الاندي الجماهير الجماهير الجمهور يبقى موجود ده مهم جدا للاستاذ المسؤولين هروح لجزئية مهمة جدا في النادي الاهلي كنت اتكلمت عن انتخابات النادي الاهلي اكتر من مرة قلت احنا التهمنا بحاجات كتير مش مشكلة انا اتجاوز ده الناس قالت مش عادة حيادية ومهلبي او ما تسمع الامور الفتفاضة دي ما تسمعوش حد يقول لكو كده قل له اعمل انت الحيادية الاول ايا كان هو اسمه مي فشفت كنا بنقدم نصيحة لكل السادة المرشحين للنادي الاهلي ربنا يولي من يصلح مهندس محمود طهر شخصية محترمة عمل شغل كتير جدا ومحترم الكابتل محمود الخطيب واحد من اولاد النادي الاهلي وشخصية محترمة جدا 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 ومعها مجموعة هنا محترمة ومعها هنا مجموعة محترمة من غير ما روح لأسماء عايز حضراتكو اتبعوا لنا بقولوا وشوفوا كلامي مظبوط ولا قيموا مبادئ النادي الاهلي اللي احنا عارفنا كلنا مع بعض في بعض الامور انا رصدتها هقولها لحضراتكو بدون اسماء انا اتفهم انت حضرتك بتنظم في البرنامج عشان انا اطلع الاثنين وزميلي يطلع التلات وزميلي يطلع الاربع وهكذا ده كلام محترم عشان تقول للناس برنامجك عشان تقول للناس انا جاي اعمل ايه عشان تقول للناس هتعمل لي ايه في حلم الاهلوية واه واه وتعمل لي ايه في التجمع الخامس وحتعمل لي ايه داخل النادي جمهور الاهلي زي ما هو بيعشق البطولات من حقه يتمع في الأفضل الأحسن لمستقبل ولاده أشوف البعض بيطلع ملهاش علاقة بقيم الأهلي تماما تقطيع بسم الله الرحمن الرحيم بنقطع في بعض ازاي أنا بكلم المعسكرين والمستقلين وكله اللي عنده كلمة طيبة يطلع يقولها لأن ده الأهلي اللي عملنا كلنا الأهلي ده اللي عملنا كلنا فتلاقي بسم الله تعب تتفرج تحزن وتلاقي المعسكر ده الله ده أهل اللي كان نفسي أقوله وتلاقي المعسكر الثاني قاعد بيغلي أنا عايز أجيبه من جوه الشاشة ده اللي بيحصل على أرض الواقع فالعمل التطوعي ده مسئولية الكل جاي يخدم النادي الأهلي الجماهير وكل واحد أهلاوي فمن هنا اللي بيظهر هي مستباق على التقطيع ومستباق على مين جاب الشيخ زايد ومين عملها الكل جاي يخدم ويكمل الكل جاي يخدم ويكمل النادي الأهلي مش مكتوب في البطاقة اللي شادي محمد والكلام لكل واحد أهلاوي ولكل الناس مش مكتوب لي لما جاي أدخل الشجرة اللي تحت فرقة الشمس حضراتكم ومتعرفوش مكانة دي مكتوبة لي في البطاقة ما حادش يقعد غلا ما يستأذنني مفيش كده مفيش كده ده غلط فاستغرب من جملة بتدايقني خلتني النهاردة أحكي لكم كل حاجة في صراحة قاعد أسمع حوار ده الفرق ما بتستلمش لبس في النشاط الرياضي رح تمكلم سلة ويد للأمان الناس مسؤولين هناك بدون ذكر أسماء عشان ما نتحمش أسميهم جماعة لو سمحت واسا عايزة تطمن فيه كذا 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 قالوا لي حاجتين ماناش ولا مليم واخدين كل فلوسنا في موعدها واخدين كل فلوسنا في موعدها وتقل الجملة دي والله تقل الجملة دي اتعمل حاجة كويسة داخل النادي الأهلي لما كان فيه ظروف صعبة آخر يامل كابتن حسن وكان ظروف دولة بتنهض بتبني نفسها من جديد والحالة الصداية كان عند الجميع فيه صعوبة فمن هنا تقل لي نقطتين عشان الكورة كان لها فلوس وجميع الأنشطة الرياضية والجميع ده طبيعي اتعمل حاجة كويسة اللي الكل كان بياخد بالتساوي كرة قدم مع سلة مع يد مع طيرة اللي كان ليه مستحقات قديمة بياخدها بالتساوي مع بعض وده كان عدم عشان اللعبة ما تكلمتش وولادة النادي الأهلي ما بيتكلموش خصوصا اللعبين عمركم شفتوا لعبة العشتكة قال انا قضيت النادي الأهلي عشان ليه فلوس على مدار التاريخ حتى اللي بيروح تلاقيه رجع بالسرعة يخاف لأنه عارف الأهلي أمره مؤثر معاه فأنا سألت النهارة اللبس متأخر طب لبس كرة القدم الجديد للنادي الأهلي كانت بسيد عبد الحفيز كان مسافر تركيا قريب ومعاه الشركة عشان يتعاقدوا على اللبس الجديد اللي هو حيجي خلال أيام أو شهر 12 خلاص جايي كمان أيام ده طبيعي جدا التعاقدات بيجي لك اللبس ممكن بعد 3-4 شهور من بداية السيزون لكن إزاي إزاي نوقع بعد إزاي بننا اللي أفضل إزاي بان اللي ده ما عملش حاجة واللعيبة بتلبس تشارتات مع الطاعة ده يا ليج بالنادي الأهلي هو ده هبت النادي الأهلي هو ده احترامنا للنادي الأهلي هو ده اللي عمل التطوع اللي أنا جاي عشانه أنا بكلم الجميع وعقلي وزهني عارف مين كل اللي عمل كده لكن ما قدرش أقول لحضراتكم لكن يمكن اللي أنا أقول يحصل تراجع أنا أتفاهم اللي نازل الانتخابات وعايز حالة من هدوء يطلع ما يشحنش ما بين المعسكرين بمعنى أقول برنامج الانتخابي أنا جاي أعمل 1-2-3-4-5 ومش مشروع يبقى مشروع مجرد كلام لا على أرض الواقع أنا أقول تلك الأعضاء الجمعية العمومية عايزة أكتر وعايزة مستقبل ولادها أكتر ده طبيعي من حقه يحلم بدا ومن حقه يروح تجمعه خامس من حقه لو عايز يروح إسكندرية يروح عادي جدا والتطوير بيحصل مع الجميع لكن قيم الأهلي وما بدقوا يتقل وأنا طالع عشان أتكلم عن نفسي سايبين الفرق بفنلات مش عارف مقطوع أو ملابس أو ما استلموش الملابس إحنا أكبر من كده بكتير أتقل للنادي الأهلي قاعد في مجلس الشعب أنا بتكلم بمنتال أمانة بعض الأمور اللي أنا رصدها وشفتها معجبتنيش يعني مجلس الشعب ما قاعدينه في الصف الأخير وما فيش حد بينقاشهم أنا معايا صور لا مش ده الأهلي يروح أي مكان الجميع يتشرب بيه وهنا بتكلم على رمزية كرسي رئيس النادي الأهلي ورمزية كرسي أي عضو مجلس إدارة انت لك مكانة في المجتمع ولما بنروح لغاية النهاردة الناس بتسلم علينا كابتن التاريخي للأهلي مش نسين جلكم مش نسين جيل كابتن محمود الخطيب مش نسين كابتن مختار مختار مش نسين فلان فلان مش نسين فلان فلان مش نسين صالح سليم مش نسين الفريق مرتجي الناس بتسلم كده انتوا عندكم تاريخ كبير قوي احنا بنحقد عليكم واجي عشان انتخابات كده كويس انا بقول يا جماعة مجلس الإدارة اللي ماسك النادي الأهلي وحش حاطلع بطل دلوقتي اللي انت ايه ده ويقطع الفيديو ده انت بطل ايه اللي احترام ده رجعت للقواعد بتا لا القواعد اللي انت تحمي منصب كرسي رئيس الأهلي من اي اهانة مش اللي انا اشوف الكلام ده ونعديه عادي ولا اجيب كسيرة اسماء ولا اتكلمت على حد انا متكلم بشكل عام حاجات بنشوفها وحضراتكم قايمة اللي انا بقولوا واتفرجوا وشوف مش عارف خناءة الشيخ زايد ايوة كابتن حسن وكابتن صالح الارض جت وحطوا حجر الاساس الاولان وراح المنظر اسم حمود طاهر طور اللي طوره وبنى اللي بناه يبقى الكل ساهم تقيت خناءة تعالوا نشوف السوق مفيش غير عندي انا الكلام ده انا معلم انا باشا مفيش ازاي في علم الادارة مفيش ازاي انا رقم واحد عندي اللي مش عند حد ده ماذا دي مش داك ما بتجيش كده والله ما بتجي كده والله ما بتجي كده لان احداء الجمعالة عمية عفوا ما حدش عفت حك عليهم عضو الجمعالة عمية بيقعد ويفكر مصلحة الاهلي فين بتلاقي بيروح ولا